ناس يا جماعة اشتغلوا في ظروف شبه مستحيلة شبه مستحيلة دفعوا ملايين الجنيهات ملايين الدولارات بيسددوا ديون وازمات ومشاكل وغرامات ومطالبين بصفقات ومطالبين بجهاز فني كف أجنبي ومطالبين بطولات وأمور صعبة جدا جدا مهمة شبه مستحيلة حقيقي دون أي مبلغة مش عشان الزمالك كسب النهاردة بالمناسبة لو الزمالك حتى كان خسر النهاردة المباراة كنا هنقول نفس الكلام على قدارة نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك تحديدا دول الجمهور والإدارة الحالية يستحقكم الإشادة في كل الأحوال في كل الأحوال ما بالك أنت بقى لما الزمالك يكسب بطولة كمان تاني بطولة أفريقية مع جوزي جوميز الموديل الفني بص الأجانب تحديدا مدربي الأجانب تحديدا يقولك إيه؟ عايز ندربك أعمل لي كل طلباتي يعني لو ما عملت ليش طلباتي ما تجيش تسألني على حاجة مدربي الأجانب تحديدا المصريين بيشيلوا معنا نشيل مع بعض الأجانب يقولك لا ما عرفاكش أنا عايز دا و دا و دا و دا و دا مش هتجيبهم هاخصر الراجل ده أكنه مش مبلغة يعني أكنه واحد من أبنائنا دي الزمالك يا جوزي جوميز مش هنعرف نجيب صفقات مش عارف كتير ماشي يا جوزي جوميز معلش والله هنأخر لك هنأخر لك الراتب شوى عشان عندنا ظروف ماشي والله في العيبة مهمة ممكن تمشي من الفريق بس هنضطر عشان يعني مش هنقدر نجدد لهم ماشي وبعد كده برضو تلاقي ناس أو أصوات تتلقى تقول لك بس جوزي جوميز مش كويس أوي الراجل دا كذبان كونفدرالية وسوبر أفريقيا على طول ايه دا يعني ايه مش كويس ومعليش يعني يعني الزمالك معندوش العمق في قائمته مش بقولي ان هو معندوش تشكيلة كويسة عنده لعيبة عظيمة وهاجع على لعيبة دلوقتي بس معندوش عمق فانك تقدر تنافس على بطولة كتير دي حاجة صعبة جدا جدا تكسب بطولتين وقرتين انجاز عظيم لجوزي جوميز